السلام عليكم أحباتكم أهلا وسهلا بكم في الدرس 103 من هذا الكورس المميز كلمتي اليوم هي كلمة buy سنشرحها بالتفصيل ونأخذ أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين أما الآن أضغط على العجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو كلمة buy تأتي معنا يشتري صفقة أو شراء هدفنا حفظ أكبر كمية من المعلومات لهذا اليوم لهذا السبب ركز معي جيدة من الآن buy يشتري buy مثال أول على كلمة buy a house will be your biggest buy a house will be your biggest buy سيكون المنزل أكبر عملية شراء لك أقرأ معي الآن a house will be your biggest buy جيد الآن كررها بصوت مرتفع خمس مرات حتى تدخنها باللفظ الصحيح واكتبها فيك رأسك وجميع العبارات كذلك a house will be your biggest buy مثال الثاني money cannot أو can't buy your happiness money cannot buy your happiness money can't buy your happiness المان لا يشتري لك السعادة إذن كرر هذه أيضا خمس مرات money can't buy your happiness أهم مرادفات كلمة buy purchase شراء يعني deal صفقة package package صفقة أيضا take up take up اشترى أو يشتري طبعا ملاحظة نبعدنا بعض الكلمات تأتي بمعاني أخرى لكن هنا أتت بمعنى مرادفة تكون لكلمة buy مثل package أو take up لديها معاني أخرى ولكن هنا أتت بمعنى buy يشتري أو أتت هنا package بمعنى صفقة إذن استخدم كلمة buy في جملة ضع كلمة buy في جملة واكتبها في التعليق حتى يستفاد منها الآخرون أيضا شكرا لكم على المتابعة استمروا بالمثابر بتعلم اللغة الإنجليزية انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة جديدة وهم أيضا وهي كلمة but but سوف نشرحها بالتفصيل ونأخذ أمثل عليها شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء